عبد الرب الشددي لا يمكن كان له دور بارز في تأسيس نواة الجيش الوطني في مأرب بعيد الانقلاب والحر وخض مع جنوده معارك عنيفة ضد الانقلابيين في السابع من اكتوبر 2016 قتل اللواء الشددي في منطقة سرواح بمأرب بينما كان يقود عملية تحرير المديرية التي كانت تعارضها بعض اطراف التحالف اثر مقتل الشددي غمضا كبيرا بين الاوساط العسكرية واوساط المواطنين في محافظة مأرب وتناقلت مصادر اعلامية ان الرجل قتل من الخلف ولا يزال استمرار الحرب يحول دون خروج الحقيقة للناس من هذه الارض قدم الشددي وفيها سكب دمه ومن اجلها دفع روحه ثمنا للجمهورية والكرامة كان الشددي من ابرز القادة الذين رسخوا دعائم الوعي الجمهوري بين صفوف الجيش الوطني في مأرب واصبح بعد مقتله رمزا جمهوريا في وجدان كل المدافعين عن الجمهورية وصفحة بيضاء في تاريخ هذا البلد الجريح